النهاردة كأس الأمم الأفريقية منتخب كودي فور بيواصل صحوته الجنونية وبيحقق فوز قاتل على مالي بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي من البطولة بتصعد الأفيال لمواجهة الكونجو الديمقراطية في نصف النهائي منتخب مالي بيتقدم بهدف عن طريق نينيو وبيتعادل طبعا سيمون أدنج رفية الدقيقة التسعين وفي الدقيقة 120 وقبل ما المباراة بتخلص وقبل ما بتروح لركلات الترجيح بيسجل عمر داكيتي هدف قاتل لأصحاب الأرض والجمهور بيمنح به طبعا منتخب بلاده بطاقة التأهل لنصف النهائي وطبعا المباراة التانية بتتجه ما بين كابد فيردي الرأس الأخضر ويجنوب أفريقيا اللي بيقدمه مباراة ولا أربعة بيقدمه متعة كروية المباراة بتتجه إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية ربق الأصل بالتعادل السلبي احنا طبعا هنتابعكم بنتيجة المباراة مباراة كابد فيردي وجنوب أفريقيا بفانا بفانا طبعا مباراة ولا أروع مباراة سجال هجمة هنا وهجمة هناك وبنشوف متعة كروية في كأس الأمم الأفريقية ما بين كابد فيردي وما بين جنوب أفريقيا وحنتكلم يا جماعة النهاردة عندنا الزملاء تقرير عاملين تقرير رائع جدا ومهم جدا عن تجربة كابد فيردي هنتكلم عليه وحنقف يعني على هذه التجربة بالشوية كده علشان المنضوع مهم والمنضوع ليه علاقة به حاجة اسمها البلانينج أو التخطيط وحنشوف إزاي أهمية أن التخطيط في كرة القدم دي حاجة مهمة ليه أنا بقول الكلام ده؟ بقولي الكلام ده علشان ما تردد عن روي فيتوريا مكمل ولا مش مكمل كيروش هو اللي حيقود زمام الأمور ما بعد روي فيتوريا ولا لا ولا هنري رينارد هو اللي حيتولل ولا حسام حسن ولا إكس ولا واي منضوع يا جماعة أكبر من كده بكتير بجد منضوع أكبر من كده بكتير منضوع مش كاية مدرب خالص منضوع منضوع منظومة هذه المنظومة لها خطة الخطة لها مستهدفات أهداف وليها حاجة اسمها كي بي آيز معيير قياس الأداء عشان نصل لهذه المستهدفات للأهداف دي غير كده اللي احنا قلناه بعد الخروج المهين في كاس العالم 2018 هو بالزبط اللي احنا قلناه بعد 2020 هو هو اللي بعد 22 هو هو اللي احنا بنقول للوقتي فيش حاجة هتتغير ما فيش حاجة هتتغير بما أن المعطيات وحدة إذن النتائج وحدة لا تتوقعوا يا جماعة أبدا أي نتائج أي نتائج تتغير طالما أن احنا عندنا نفس المعطيات لو جيه مين لو جيه جيمس بونت بيدرب المنتخب ببقى هو المدير الفني للمنتخب ولا هيعمل حاجة ولا هيعمل حاجة خلونا جماعة نروح لتجربة بلاد اسمها كابفردي اللي احنا عرفنا عن هذه البلاد من كرة القدم خلي بالكم التجربة دي وأنا والزملاء بنشوفها وبندرسها زي ما احنا هنتشوف ونتابع دلوقتي انتوا هتستغربوا أن في ناس بتفكر بهذه الطريقة العلمية وعلى فكرة مش عيب تماما تماما ان احنا نتعلم منه ايه المشكلة وعلى فكرة كمان اللي انا هقوله ده لا يتعلق فقط بكرة القدم لا ده في عندهم تطور في ألعاب جماعية أخرى هنستعرضت دلوقتي خلينا نشوف ازاي كابفردي والرياضة في كابفردي وتطورت ازاي طيب ده العنوان الرئيسي هم عملوا ايه عملوا احتمدت المنظمات الحكومية في كابفردي كرة القدم كوسيلة لتنمية اجتماعية من خلال دعوة ايه بقى دعوة الاطفال والشباب الاطفال والشباب يا جماعة هم بيبنوا قماشا الناس هناك بتبني قماشا المنظوع مش على الجاهز تمام طيب شوفوا بقى وعايزين نركز على الحتة اللي جاية دي البرنامج بتاع اللعيب هو فقط لا يعتمد على الرياضة فقط لا خالص تماما هو يعتمد على الثقافة والتعليم معناه ايه الكلام ده معناه ان لعيب الكرة هو اه لعيب كرة هو رياضي اه بس لازم يكون عنده ثقافة لازم يكون عنده علم لازم يكون عنده شخصية شخصية لعيب الكرة هم بنوا ده كابفردي بنى ده وهو ده اللي احنا يعني لا نستغرب تماما ان احنا نشوف لعيب الكابفردي وهي بتتلاعب بالمنتخب القومي المصري لكرة القدم ليه عشان الناس دي عندها شخصية الناس زيان عندها مهارات الناس زيان متعوب عليها وهم صغيرين الناس زيان زي ما حنشوف دول بدأوا اول امبرح بالليل الناس زي ما عندهاش تاريخ في كرة القدم او في الرياضة من 120 سنة لا 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 خالص الناس زيان بدأت الرياضة بتاعتها اول امبرح بالليل حرفية من 2013 زي ما حنشوف فاللي احنا شفناه الجمال والروعة والاناقة الكروية اللي احنا شفناها من فريق زي كاب فردي ده منذ ده مش وليد يوم وليلة خالص تعالوا نرجع تاني طيب كان عندهم منظمات المنظمات ديان تابعة لي الحكومة وعملت عندهم برامج هذه برامج كانت ثقافية وتعليمية وكما مسابقات الرياضية كانت بتدور على المواهب اللي هم اللي كانوا عندنا زمان بنسموهم الكشفين الحصاد الاول 2013 ده كان الحصاد الاول تمام طيب اللي بعده يا شباب الاكاديميات الرياضية كانت غير هادفة للربح ايه الهدف بتاعها الهدف بتاعها ان هي تخرج اجيال تخرج عدد كبير من اللعيبة صغار السن علشان تحترف هو ده الهدف بتاعهم زي ما قلت في الاول اللي يجب يكون عندنا يا جماعة التارجت في اي ادارة ان شاء الله لو احنا كنا بن كشك سجاير لو انت فتح كشك سجاير يبقى انت عندك لازم عشان انت تنجح في هذا الكشك لازم يكون عندك ما يسمى بالتارجت ما يسمى بالاهداف او المستهدفات وعشان تحققها لازم بتمشي في طريقك لتحقيق هذه الاهداف عن طريق مايل ستون معينة و اماكن او مناطق علشان تشوف هل انت ماشي صح ولا ماشي غلط وبالتالي تعدل من الطريقة اللي انت ماشي بيه تمام طيب كافير دي بقى حط الهدف بتاعه ايه ان هو خير جيل وهو راح عمل ايه عمل راح يدور فيه النشأ الصغير هو عارف ان هو بعد خمس سنين عايز يوصل عايز يوصل لمكان معين فما جابش لعيب على الجاهز خالص ولا جاب مدير فني وده فعله خالص وحقول لكم مدير بس بعد ما نخلص ده علشان بس ايه كلنا نعيط المدير الفني بتاع كافير دي بياخد كام نرجع لكافير دي عندهم بقى كام لعيب محترف تخيلوا طيب احنا عندنا كام لعيب محترف في اوروبا احنا عندنا كام لعيب محترف في اوروبا عدوا معايا يعني عد غانمتها كجوحة زي ما بيقولوا دينا محمد صلاح عندنا صف محمد عندنا تريزيجي وعندنا مرموش صح كده ويعني الزملاء بيفكروني بمحمد النني وكوكا تمام الناس بقى ديان عندهم كام لعيب محترف تخيلوا كافير دي كام لعيب محترف في اوروبا 26 لعيب اللي احنا شفناهم دول اللي هما كانوا بيتلعبوا بينا 25 من اصل 26 لعيب محترف في اوروبا دول القائمة اللي وصلت دلوقتي يعني هو المطش طبعا شغال دلوقتي ما بين كام فيردي وما بين البافانا جنوب افريقيا وكافير دي عاملة جيم ولا اروع الواحد كان قاعد بيستمتع باداء برازيلي صرف الزملاء بيقولوا لسه التعادل السلبي مازال مسيطر على المشهدنا طيب خلاص فإحنا دلوقتي بنتكلم على الكورة هم عملوا فيها ايه اللي بعده يا رجال والمنضوع زي ما قلتلكم منضوع مش كورة فقط تمام من 2013 هم بدأوا احنا تكلمنا في ده منذ عام 2013 استطاع منتخب كافير دي اتواجد فيه اربع نسخ من اصل خمس نسخ من كأس الامم الافريقية قبل ما نخلص بقى منضوع الكورة القدم وننتقل زي ما قلتلكم منضوع شامل منضوع منظومة شاملة منضوع ادارة شاملة المنضوع لا يتعلق فقط بضربة حظ خالص تماما المنضوع فيه بلان وفيه ناس بتحاسب في البلان وناس بتشوف بتصحح المسار تمام المدير الفني بقى بتحفاق كافير دي تخيلوا تخيل يا مؤمن بياخد كام التقارير تطالعنا ان المدير الفني لمنتخب كافيردي تقريبا بياخد اربع تلاف ونص يورو اربع تلاف ونص يورو يورو طيب فول ستوب ولكم حرية التعليق انا اسف طبعا ان انا مش عارف اسم مين هو المدير الفني لكافيردي لكافيردي ويه الزم اللي يعني بيولو اسمه بيدرو في بيستا هو ايه خبرته ايه تاريخه المنضوع يا جماعة منضوع من زومة تمام نروح لي اليد اه كرة اليد تخيلوا ان ان كرة اليد فريق كرة اليد في كافيردي حاجة متطورة جدا انتم متخيلين ده نروح الشباب لكرة اليد كرة اليد استضافة كافيردي دورة تطوير النظام الرياضي لتضامن الولمبي انتهت في اغسطس 2022 هدف منها تطوير لعبة كرة اليد ده الهدف ان احنا نطور هم حطين هدف ايه هو الهدف ان هو يتم تطوير لعبة كرة اليد ويتم جعلها احد الالعاب الاساسية في كافيردي ده الهدف حققوا ايه من الهدف خلونا نشوف خلال الاربع سنين بقى اللي فاتت عملوا ايه على صعيد كرة اليد منتخب كافيردي يا جماعة بيتواجد في بطولة افريقيا خلال الاربع سنوات الاخيرة بيحتل مراكز مؤهلة لبطولة كأس العالم تلت مرات على التوالي ده مين ده كافيردي تمام بيروح كأس العالم تلت مرات ايه اللي بيخليه يروح كأس العالم تلت مرات لو رجعنا للسلايد اللي قبليها هنشوف ان هو عمل ده علشان كان عنده ايه بالزبط كده كان عنده حاجة اسمها تارجت كان عنده حاجة اسمها الهدف اللي هو عايز يصل اليه تمام فهو مدام هو حط الهدف ومشي علشان يحقق الهدف هو اكيد حيوصل هو حصل هو حصل الهدف بتاعه اربع مرات كأس امم افريقية مشاركة فيها تمام اربع من اصل خمسة وراح تلت مرات او اربع سنوات سوري تلت مرات كأس العالم على التوالي والانك من كده ان منتخد كافيردي بيحل وصيفا في بطولة افريقيا اتنين وعشرين امام مصر كافيردي التي ليس لها تاريخ تماما في الرياضة وليس لها تاريخ تماما في كرة اليد وكرة اليد في افريقيا باستثناء مصر طبعا ودول شمال افريقيا فهي اكيد مش اللعبة الشعبية الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا العشرة في دول افريقيا في القارة الافريقية صح كده؟ لا ده صح ده بالنسبة لنا احنا اما بالنسبة لهم ده حاجة تانية خالص هم عندهم هدف ان لعبة كرة اليد تكون من الالعاب الاساسية وبالتالي هم حطوا الهدف ونكحوا في الهدف وحل منتخب كابفيردي وصيفا في كأس افريقيا 22 وصيفا لمصر مصر بتاريخ العظيم الاول في كرة اليد طبعا وكابفيردي تاني سيكتوا على كده؟ لا نخش على كرة السلة امال اللي بعدها يا شباب كرة السلة تم تأسيس العديد من الاكاديميات الخاصة بكرة السلة وانا طبعا اكاد اجزم ان هذه الاكاديميات هي اكاديميات غاية في الشفافية غاية في الشفافية يعني ما فهاش شبهة فساد وده واضح ده واضح ليه واضح؟ عشان زي ما قلت المقدمات بتؤدي الى النتائج فلو كان في اي حاجة هنا لو كان في اي خلل في الجذور بتاعة المنظومة نووي مستحيل ان النتائج تبقى اللي احنا بنحلم بيها خلينا نروح طب يا جماعة ليه كرة السلة في اكاديميات اكاديميات خاصة بكرة السلة منذ عام 2013 منتكلم في كام عشر سنين حداشر سنة انا اول من برح بالليل يعني تمام ماليش نرجح تنجي معنا للسلايد 2013 عملوا ايه في كرة السلة تم اختيار العديد من المواهب لتصعيدهم للمنتخب الاول الذي استطاع الحصول على المركز الرابع في بطولة افريقيا لكرة السلة سنة واحد وعشرين طب هما بدأوا في كام 2013 تمام بدأوا في 2013 وصلوا لي اول اهدفهم بعد كام سنة سبع سنين في 2021 وديه للمرة الاولى في تاريخه يعني المنضوع على فكرة لو احنا وانا انا 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 اتذكر لما بعد الخروج المهين لمنتخب المصري في 2018 انا وزملائي اللي كان ليهم برامج رياضية اللي قلناه ساعتها هو اللي بنقوله دلوقتي هو اللي حنقوله بعد عشر سنين لو كان نفس الامر كذلك لو كان نفس المعطيات نفس المعطيات نفس الافكار نفس طريقة ادارة الملف لو ماشيين بنفس انا مش عايز اقول المنتالتي بس انا مضطر اقولها وانا قاسر لو ماشيين بنفس يا جماعة المنتالتي فاحنا اللي بنسبح فيه هنبيت فيه حبيب بس اقولكم ده وخلونا نقل بقى على الايه على اخبار التانية بتاعتنا اخبار بقى ايه الكواليس الخاصة بتاعت فيتوريا حيمشي ولا مش حيمشي الحاجات الايه الاخبار الجميلة بتاعتنا دي بقى طيب دي كواليس خاصة وحصرية زي ما احنا متعودين فيه رقم عشر كواليس الساعات الاخيرة فيه اتحاد الكورن عارفين ان بكرة بين قسين المفروض سوف يتم تحديد فيتوريا حيمكمل مش مكمل المنضوقة بتاع المكافأة بتاعته او الشرط الجزائي بتاعه حيدفع كله ولا حيدفع بالتقصيد ولا فيتوريا يعني حنصعب عليه فحيدفع جزء من المبلغ او حياخد حيوافق يعني انه يخفط شوية هنيعرف كل الكلام ده على اي حال الساعات اللي جاية انا اسف الساعات اللي فاتت كان هناك العديد من المناقشات ما بين اعضاء مجلس ادارات اتحاد الكورة حولها مصير ايه روي فيتوريا حنشوف دقتي على الجرافيك في ظل ايه في ظل فشل الراجل في قيادة الفراعنة خلال بطولة كأس الامم الافريقية وكأن وكأن مشكلة وازمة كرة القدم في مصر حتتحل برحيل هذا الراجل او انه يكمل يعني يعني لو الراجل ده مشي وجبنا واحد مكانه كل ازمة وكل كوارث وكل نكبات المنتخب القومي لكرة القدم حتتحل اتحلت خلاص يعني احنا خلاص نستريح منضوع ان احنا هنخش كاستعالم وحننافس على مركز متقدمة في كاستعالم هو فقط هنعايزين نشيل قلده ونحط شهين او نشيل زيد ونحط عبيد فقط فالمنضوع سهل يا جماعة احنا ليه مصعبين المنضوع نرجع تاني لأخبار طيب اجتماع اجتماع لأعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورة حول مصير روي فتوريا مع منتخب مصر وانا برضو معلاش انا عايز هنا برضو انا مش عايز حد يفهم من كلامي ان برضو مشكلة مشكلة اتحاد الكورة خالص المنضوع اكبر من كده منضوع منظومة منظومة كاملة متكاملة يعني لا يكلف الله يا جماعة نفسا الا وسعها فاحنا العناصر اللي منجودة ده السيل بتاعهم السقف ما تطلبش حاجة ازيد من ده ما فيش والله ما فيه فهو كده تمام نرجح يا جماعة تاني معلاش انا ياسف لاخبارنا الكواليس اعضاء المجلس الادارة اتحاد الكورة اتمعوا وشايفون الراجل ده في الظل فشله في قيادة الفراعن خلال بطولة كأس الامة الافريقية حتى الان لم يحسم حتى الان لم يحسم المجلس مصير المدرب البرتغالي ده رقم واحد خش رقم اتنين في الوقت في الوقت الحالي بيتمسك السلاسي مين السلاسي الاستاذ المبجل جمال علام رئيس الاتحاد والاستاذ المبجل خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد والكابتن المحترم حازم امام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الاول التلاتة دول بيتمسكوا باستمرار المدرب البرتغالي روي فتوريا وهم بيقولوا هؤلاء الثلاثة الرموز المبجلين المحترمين بيقولوا ان الراجل وجهته ظروف صعبة ما هي هذه الظروف الصعبة التقس والرطوبة كان يعني درجة الحرارة مش لطيفة بالنسبة للعيبة يعني زي ما شفنا الاداء والرطوبة كانت عالية على اللعيبة بتاعت منتخب مصر فقط تمام وطبعا الإصابات ده الكلام وأنا عذروني أنا مش هقدر أعلق على الكلام هذا هو الكلام أنا بحاول أنا أتمسك بوجودي هنا كمزيع أو كإعلامي في هذا البرنامج الرياضي ويبحاول أقول الكلام اللي منجود وأترك لكم حرية التعليق فهم قالوا أنه إحنا يا جماعة عايزين نتمسك بالراجل اللي وراهي فيتوريا ليه علشان الراجل وجهته للأسف الشديد ظروف صعبة جدا 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 ما هذه هي ما الظروف الصعبة دي والله علشان الراجل أو لعيبة منتخب مصر للأسف الشديد وجهتنا عندنا التقس والرطوبة والإصابات ده رقم اتنين نخشها رقم ثلاثة حتى الآن لم يتحدث أي من أعضاء مجلس الدولة الاتحاد الكرة مع روي فيتوريا بشأن رحيله أو التنازل عن الشرط الجزائي في عقده أو أنه هو يخفض من الشرط الجزائي وكل اللي حصل أن الكابتن حزي مامام تواصل مع المدرب هاتفيا وقال له كابتن حزي مامام قال لروي فيتوريا زي حضرتك يا فندم أنا بس بحب يعني أقول لحضرتك أن الجماهير المصرية غضبانة شوية زعلانة من النتائج بتاعتكس الأم الأفريقية فروي فيتوريا رد على كابتن حزي مامام وقال له خلاص وعد أن النتائج حيتم تحسنها مستقبلا سلام سلام لا تعليق رابعاً روي فيتوريا في الساعات الماضية بيسلم تأريره إلى الاتحاد تحدي الكرة حول أسباب الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية وبيرجع المدرب السبب في الخروج من دور الستاشر إلى الرطوبة الرطوبة كانت يا جمعة مأثرة على على اللعيبة وطبعاً الإصابات لا تعليق خامساً في الساعات الماضية بيتلقى روي فيتوريا عرضين من السعودية واحد من العرضين من يدي الشباب المدرب البرتغالي بيرفض فكرة الرحيل عن تولي زمام مبادرة أو يعني منتخب المصري تمام وبييتمسك باستمرار ومع المنتخب وهو ما يعني أن المدرب إذا ما عرض عليه الرحيل حتكون هناك صعوبة شوية أنه هو يعني يمشي ليه علشان الراجل تقريباً زي ما إحنا فاهمين من الكلام من الأخبار من الكواليس أن الراجل عايز يحصل على مستحقاته تمام تمام سادسة اتحاد الكرة خلال الوقت الحالي كل اللي هو بيفكر فيه أنه هو يجري تعديلات على الجهاز الفني يجري تعديلات على الجهاز الفني تمام طيب إيه التعديلات دي كان فيه هناك قرار برحيل كابتن أيمان عبدالعزيز المدرب المساعد ومدرب الحراس الأجنبي إلى جانب تخفيض راتب فيتوريا وتقليص عدد معاونيه الأجانب في الجهاز بجانب استخدام مدرب عام ومدرب حراس مصريين يعني وده نظرا لأن المجلس لا يجد بديل مصري مناسب للمدرب البرتغالي في الوقت الحالي إحنا خرجنا يا جماعة من كاس الأمة في الخيئة أمدا ده ده يعني الملخص ما بعد أسبوع تقريبا من خروج منتخب مصر للأسف الشديد المهين جدا أمام منتخب يسمى بالكونجو الديمقراطية يوم الحد اللي فات خرجنا بعد ما يعني شكلنا كان صراحة كان يعني يحرق دم أي واحد مصري هو بتفرج على المنتخب المصري بيلعب بالشكل ده وبالأسلوب ده وبيدافع بيدافع قدام مين مش قدام السنغال ولا قدام الكاميرون ولا كودفار لا 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 خالص تماما كان بيدافع دم الكونجو الديمقراطية آه خلي بالكم الكونجو الديمقراطية الكونجو الديمقراطية كل اللعيبة باستثناء حرس المرمى اللي يبالعب في فريق ما زين به احنا بعاد نخش يا جماعة معلش ناسف نكمل تاني سابعا مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يتواصل حتى الآن مع أي من السناء البرتغالي كارلوس كيروش أو المدير الفني السابق وطبعا هو كان المدير الفني السابق للمنتخب أو الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب الفراعنة كما تردد يعني كل ما أثير عن اقتراب توقيع مش عارف المدير الفني الفلاني مع الفراعنة كل هذا في تحت التصنيف بيقولك كل كلام ده ليس له أي أساس منه صح إحنا أصلا مش عارفين الراجل هنعمل معنا إيه يعني فيه توجه وفيه اتجاه إنه هو يعني يتم شكر الراجل قوله شكرا انكتر خيرك باستثناء التلات شخصيات اللي موجودين فيه اتحاد الكرة الرئيس ونائبه ويه المشرف العام على المنتخب هم اللي عايزين الراجل يستمر فيه لو أنتوا فاكرين الراجل ده ريفتوريا تم تقديمه لنا نحن جموع المصريين إن ده المدرب المشروع والله يتقل لنا كده ده المدرب المشروع ريفتوريا والمنتخب اللي احنا شفناه ده ده المفروض المفروض هو المدرب المشروع بتاعنا أو الله يزا يقول لك كده نروح بقى يا جماعة لأخبار أخرى بعيدا عن المنتخب المصري لكرة القدم نروح لنادي الأهلي خلال الساعات اللي فاتت نادي الأهلي بيجدد المفاوضات بتاعته معه كابتن محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كيليو باترا علشان يتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مارسل كولر المدير الفني اللي نادي الأهلي بيتمسك بالتعاقد مع الحارس حتى يعني يكون بجانب مصطفى شوبير في ظل إصابة طبعا كابتن محمد الشناوي في الكتف اللي حالي بيكثف مفاوضاته مع إدارة سيراميكا كيليو باترا عشان يحسم الصفقة وبيعرض عليهم الثنائي في المقابل بقى أحمد عبدالقادر ومصطفى مخلوف حارس فريق الشباب مقابل استعارة محمد بسام وأنا هنا عندي يعني رأي وقد يكون يعني رأي بيتقال مصطفى شوبير حارس واعد جدا جدا ولما تم وضعه فيه اختبارات واختبارات كانت من الصعوبة بمكان وإحنا شفناها طبعا والراجل الراجل يعني كان بيؤدي أداء كما لو كان عنده خبرة عشر سنين في حراسة مرمى عارين النادي الأهلي قدام الوداد في النهائي لما في المطش اللي كان هنا في مصر تمام وغيرها من الاختبارات فأنا أعتقد والله أعلم إن ما يتردد عن موضوع التعاقد مع كابتن بسام أو أي حد تاني أعتقد إن ممكن يكون لي تأثير سلبي على مصطفى شوبير أنا من رأيي ويعني أنا العبد الفقير إن إدوا فرصة يا جماعة لمصطفى شوبير مصطفى شوبير على فكرة مش صغير يعني آه إحنا هنا طبعا بمعايير بتاعتنا إحنا ممكن اللي عنده خمسة عشرين سنة وستة عشرين سنة وسبعة عشرين إحنا رسل بنشوفه إن هو لعيب شاب لا لا خالص يا جماعة أنا يعني مش عارف أجابها لكم إزاي بس بس لأ هم هناك بيقولوا لأ ده خلاص ده يعني قرب يعتزل يعني آه يعني آه مصطفى شوبير عنده عشرين سنة يا جماعة ولعيب يعني نصيحة وإن هو نديله فرصة يعني تمام إحنا رسل مكملين فيه أخبار نادي الأهلي دكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي بيه نادي الأهلي الأشعة الأجراها على وسام أبو علي مهاجم الفريق الفلسطيني الجديد أثبتت أنه أصيب بشد في العضلة الخلفية تم تحديد تحديد البرنامج العلاجي والبرنامج التأهيلي بعد طبعا انتهاء البرنامج العلاجي علشان يتم تجهيزه وعلشان يرجع تاني يشارك مع النادي الأهلي كابتن أو دكتور جبالة بيوضح أن وسام أبو علي اشتكى من ألام في العضلة الخلفية بعد نهاية التمرين اللي كان مبارح على ملعب التيتش تم إجراء الفحصات الطبية وطبعا الناس عايزة الفريق الطبي كان عايزة تطمن طبعا على حالته بتعرف على حجم الإصابة بتاعته ده فيما له بصلاة بيوثام كمان الدكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي لنادي الأهلي فيما لوصل بكابتن علي معلول علي معلول بيؤدي النهاردة جلسة في الجيم على هامش مران الفريق بعد ما تعرض لنزلة برد تقديم مصر كلها جماعة مصر كلها عندها نزلة برد يعني ألف سلامة على كل طبعا على كابتن معلول هو على كل من أصيبه بنزل البرد فيه تحديدا في الوقت دو على أية حال رجوعا للخبر كابتن علي معلول إن شاء الله حيرجع ينتظم تاني في التدريبات التدريبات الجماعية بعد ما حالته وتتحسن معلول كان نضم لتدريب يوم الخميس اللي فات بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كود دي فوار طيب إحنا رسا مجملين معاكم في أخبار نادي الأهلي نادي الأهلي بيعلن عن التوقيع مع الثنائي الغاني تحت السن سامويل أوبونج وده لاعب فريق م أس كي زيلينا ولعب ريندورف أدوم سارابا ده لاعب نادي شيطة ده العقد بتاعهم بتاع اللعب ده أو ده بيمتد لمدة أربع مواسم ونصف تمام والاتنين دول حيتم تقييدهم في فريق الشباب بالنادي الأهلي عندنا خبر من الأخبار بالنسبة لي أنا من الأخبار المفرحة يعني من الأخبار اللي فيها أمل ويريت يريت الأخبار دي تتكرر كتير يمكن يمكن الواحد يحس إن إحنا عندنا أمل الواحد يحس إن عندنا 11 لعيب إمام عشور 11 لعيب محمد عبد المنهم 11 لعيب تريزيجي 11 لعيب مرموش يعني نتمنى ذلك أحمد عبدين ده مدافع في نادي الأهلي موليد 2006 بيوقع على عقد مع نادي لمدة خمس سنوات في حضور الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع النشئين والكابتن بدر الرجب المدير الفني للقطاع بعد المستوى المتميز اللي ظهر باللعيب خلال الفترة اللي فاتت ينضم خلالها لتدريبات الفريق الأول وكمان يشارك في معسكر الإمارات الأخير بيستحق إشادة الجهاز الفني علشان القدرات الفنية القدرات البدنية اللي بيتمنتع بيها اللعب ربنا يحرسوا ويريت نشوف كتير من هذا النموذج عندنا مش بس في نادي الأهلي في في كل الأندية المصرية ويا رب يا رب أن هذه النماذج يعني نشوفها بعد إذنكم يعني محترفة في في أندية أوروبية يعني نتمنى ذلك طيب خذونا نروح بقى لي الكاميرون عدوم جيان بيير فيالة ده طبعا نجم منتخب الكاميرون السابق بيير برحب بيك في القناة الأولى المصرية أشكركم أمساء الخير وأشكركم على هذه الدعوة طيب عايزين نسأل بقى عن النسخة الحالية كأس الأمة الأفريقية كودفور 2023 شايفها إزاي شايف البطولة استثنائية إلى أي مدى حقيقة الأمر أنها واحدة من أفضل البطولات التي تم تنظيمها والأكثر مفاجآت هنا هذه البطولة تثبت حقا أنه لم يعد هناك فرق صغيرة لم يعد هناك بلدان صغيرة في أعلام كرة القدم الجميع قد تطور بشكل كبير لم يعد هناك هدايا تقدم للفرق الكبيرة على طبق من ذهب كما كنا نقول الجميع أصبح الآن على قدم المساوات تقريبا والمستويات متقاربة نعم بيير بس سؤال في وجه نظرك أي سبب ظهور المنتخبات الكبرى بمستوى يعني مش هقول متواضع بس مستوى غير المأمول قدام منتخبات الأسماء بتاعتها في تاريخ كرة القدم الأفريقية ليس على هذا المستوى لأنه الفرق الكبيرة حينما تتحدث عن فرق كبيرة هذا يعني أن تتحدث عن نتائج ولكن هذا لم يحدث العمل والنتائج هي التي تقول من هو الفريق الكبير والفريق الصغير الفرق الكبيرة بما فيها الكاميرون والسنغال ومصر والتونس نعم نعلم أنها فرق كبيرة على الورق ولكن أمام الفرق التي لعب أمامها اتضح أن هناك شيء آخر أصبح لدينا مفهوم آخر المفهوم والتصور الذي كان لدينا عن مصر والكاميرون لم يعد موجودا على أرض الواقع لأن هناك قوة أخرى صاعدة رأينا مالي ورأينا جزر الرأس الأخضر ورأينا جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية عدة دول لم تكن موجودة على الخريطة ولكنها أصبحت قوة كبيرة في كأسهم أفريقيا عملوا بشكل جيد ونتائج عملهم ظهرت على أرض الواقع نعم بير لو تكلمنا عن منتخب الكاميرون و أنت عايز تقول والله أن في حد هو سبب خروج منتخب الكاميرون لو أنت بتعد تقرير هذا التقرير ستشير فيه إلى أسباب خروج الكاميرون من دور الستشير في كأسهم أفريقيا إيه هي الأسباب أرى سببا وحيدا وهو حينما ترى فريقك يخسر بهذا الشكل فهذا يعني أن هناك عمل كان من المفروض هضرت أن يتم وهذا العمل لم يتم إنجازه لم يكن الفريق مؤهلا بشكل جيد لكي يخد غمر هذه المصابقة مقارنة بالفرق الأخرى اتضح أننا لم نقدم شيئا كان علينا الكثير من العمل كان علينا الكثير من الاستعداد كان يجب أن نكون مهيئين بشكل أفضل لهذه البطولة هذا هو السبب أننا لم نعمل بالشكل جيد طيب لو قلنا هل تعتقد أن منتخب الكاميرون بيحتاج لوجوه جديدة تجديد دماء أو ضم لعبين آخرين للاسكواد للمنتخب الكاميروني لا أعتقد ذلك لا أعتقد أن ترك هي المشكلة أعتقد أن المشكلة الحقيقية هي أنه يجب أن نقترح حلولا وقعية هناك لاعبون جيدين ولكن تمت إدارتهم بشكل سيء على الصعيد البدني وعلى الصعيد الفني الفريق لم يكن جاهزا هي بطولة صعبة نحن نعلم أنها بالتأكيد بطولة صعبة على كل المستويات والفريق لم يتم أداده بالشكل الجيد على المستوى الفني وعلى المستوى البدني لدينا لعبين جيدين ولكن لم يتم إدارتهم بشكل جيد إذن هي مشكلة إدارة وأعتقد أن رأس الإدارة هي التي يجب أن تتغير رأس الإدارة هنا تقصد بها الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أم المدير الفني لمنتخب الكاميروني صونغ ليست مشكلة الاتحاد قلت أنها مشكلة تنظيم على مستوى اللعب المدرب كان عليها أن يعطي المزيد كان عليها أن يعمل بشكل أفضل المشكلة ليست في الاتحاد بالتأكيد حينما ما يقدمه المدرب على أرض الملعب لم يكن شيئا مقنعا هناك لعبون أفضل من ذلك بكثير ولكنهم لم يعطوا ما كان منتظر منهم والكثير من اللعبين وحتى رأينا معنويات بعض اللعبين كانت منخفضة وهناك عمل كان يجب أن يجري على الخطوط بالشكل الفني ولكن كل ذلك لم يكن موجودا اللعب يتم إنتاجه في الإستاد وهذا يتعين على المدير الفني أن يديره وهذا ما لم نره في أرضية الملعب هذا هو ما كنت أتحدث عنه نعم بالحديث عن سامويل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم كيف ترى أداؤه كيف ترى تواجده هل له تأثير إيجابي تأثير سلبي أفاد الكرة الكاميرونية أعتقد أنه مفيد جدا وهو إيجابي جدا قد تناقشت من قبل مع الرئيس السابق للتحاد الكاميروني مقارنة بسامويل إتو سامويل إتو هو رجل لديه خطة ولديه رؤية وغير الكثير من الأشياء وعلى الصعيد الإداري هو غير الكثير من الأشياء ولكن المشكلة كما قلت أنه التغيير الفني على مستوى إدارة الفريق ومن يلعب أساسيا ومن يلعب احتياطيا هذه هي المشكلة الأساسية ما حدث قد حدث علينا أن ننسى ما مضى بالحديث عن المستقبل بيير هل تعتقد أن وجود مدرب أجنبي هو الأصلح لتولي المسئولية في المستقبل أم مدرب أجنبي أم مدرب موطني كاميروني هو اللي يتولى زمام المسئولية وجهة نظري ليست وجهة نظر كل الكاميرونيين أعتقد أن الكاميرونيين من وجهة نظري الكاميرون بيها الكثير من المدربين المحليين الممتازين الذين يستطيعون أن يتولوا هذه المسئولية أنا عن نفسي مدرب ولي الكثير من الزملاء المدربين وهم يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل ولكن المشكلة أنه ليس نحن من يقرر هناك رأس أدري هو من يقرر نعم شكرا شكرا جزيلا جيان بيير نجم منتخب الكاميرون كنت معنا في رقم عشرة شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا طيب إحنا رأسا جماعة مكملين أخبارنا نروح لأخبار خاصة بنادي الزمالك ونادي الزمالك يعني اليومين دول فيهم حاجات كده بشرة خير يعني ألبانا كده ألبانا أعتقد كل محب ومشجع ومريد للقلعة البيضاء هيحب يشوف نادي الزمالك في الأجواء دي في في الأخبار يحب يسمع الأخبار دي من نادي الزمالك سواء بقى على صعيد المركات والشتوي تعليم النادي الزمالك احنا نتكلم من هو ما شاء الله أكبر يعني جاب فريق كامل أزمة القيد تم إنهاءها تم تعاقد مع مدير فني ف يعني نأمل ونتأمل ونرجو أن نادي الزمالك ان شاء الله بيزنا في قادم الأيام يرجع الفارس الأبيض صاحب القلعة البيضاء الند لنادي الأهلي طيب الخبر ده يعني من الأخبار برضو أننا مش حابب أقولها بس هو كابتن معتمد جمال مدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك بيعتذر عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك بعد تولي البرتغالي جوزي جوميز القيادة الفنية للفريق الأبيض كابتن حسين لبيب رئيس مجلس دور نادي الزمالك بيأكد أن كابتن معتمد جمال أحد أبناء نادي المخلصين وإحنا شفنا يعني وده كلامي أنا إحنا شفنا كابتن معتمد جمال يعني كان لي أداء وبصمة في وقت صعب جدا مر به نادي الزمالك وستطاع أنه مش فقط أنه يعني يعني مش عارف أقولها إزاي الأداء بتاع نادي الزمالك كان أداء في هذه الفترة مع كابتن معتمد جمال كان أداء صراحة كان كويس جدا ففكرة أن هو يعتذر عن وجوده في الدور الثاني دي يعني أنا شايفها أن هي حاجة بالنسبة لي أنا كمدرب وطني حاجة محزنة على أي حال كابتن وارجوع عن بقى للكلام كابتن حسين لبيب قال أن هو كابتن معتمد جمال كان ليه دور إيجابي مع الفريق في الفترة اللي فاتت وتحمل المسؤولية في ظل ظروف صعبة ونجح باقتدار في أداء مهمته مع الفريق وأعتقد كلنا كلنا سواء أنت كنت بتشجع نادي الأهلي أو نادي الزمالك أو نادي الإسماعيلي أكيد أكيد كلنا شفنا كابتن معتمد جمال عمل إيه الفترة اللي فاتت لنادي الزمالك نرجع تاني لكلام كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بيقول أن مجلس الإدارة متمسك أنه يستفيد من كابتن معتمد جمال في أي منصب خلال الفترة اللي جاية عشان هو طبعا أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين كابتن معتمد جمال كان تولى مسؤولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي أخوان كوالس أو سوريو ويقاد الفريق نحوه صادرت مجموعته ببطولة كأس الكون فدرالية الأفريقية وكمان حقق بطولة كأس دبي للتحدي برضو نحن لسنا مكملين في أخبار نادي الزمالك دكتور محمد وسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك بيقول أن محمود حمد الوينش أجرى أشعع على الرجبة خلال الساعات الأخيرة بعد أصابته فيه مران الزمالك يوم السبت طبيب الفريق بنادي الزمالك بيقول أن كابتن وينش تم نقله إلى المستشفى بعد أصابته علشان يطمئن على حالته وأنه فوره طبعا بمجرد ظهور التقرير النهائي للأشع هيتم حسم الموقف موقف لعب من الإصابة وطبعا حسم فترة غيابه فريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك بيستعد علشان يقابل فريق الإسماعيلي يوم 19 فبراير الحالي في الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم استمرين لسه في أخبار نادي الزمالك مجلسة إدارة نادي الزمالك بيعلن رسميا عن التعاقد مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربع مواسم ونصف خلال فترة الانتقلات الشتوية الحالية عشان يدعم صفوف الفريق كابتن ناصر ماهر بيوقع على عقود الانتقال ليقال على البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات ما بين الناديين على كافة التفاصيل كافة بنود التعاقد بينتقل طبعا بموجبها عمري السيسي لمودرن فيوتشر بصورة نائية مع إعارض كل من عبدالله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف نصف طيب نروح لنادي بيرميدز في مصدر لي رقم عشرة في نادي بيرميدز بيكشف عن فسخ نادي التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيك المدير الفني الفريق بالتراضي مساء اليوم بسبب تراجع النتائج في الأوينة الأخيرة وخروج الفريق من بطولة كأس الرابطة بعد الخسارة من المصري بالسلسية مقابل هدف فيه ربع نهائي البطولة المصدر بيوضح أن محمود فتح الله المدرب العام للفريق حيتولى مهمة قيادة بيرميدز في الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدير فني جديد في الفترة المقبلة فريق بيرميدز بيحتل المركز الرابع بجدول الدوري المصري عنده 17 نقطة من 8 مباريات 5 فوز و 2 تعادل وخسارة وحيدة في المباراة الخبر يعني بيقول أن البتشيكو بينهي التعاقد بالتراضي تمام طيب جنوب أفريقيا جماعة الزملاء في الكنترول بيقولوا أن جنوب أفريقيا كسبت 2-1 في ضربات الجزاء وبتقصي كاب فيردي عن دور نصف النهائي كاب فيردي برا جنوب أفريقيا بتكمل أنصار بيرسي تاو إلى المربع الذهبي كأس أمم أفريقية مباراة اللي جاية ما بين جنوب أفريقيا وما بين نيجيريا يعني تجربة كاب فيردي للأسف الشديد انتهت لهنا في كأس الأمم الأفريقية بس أعتقد هي ما انتهتش وخلي بالكم كاب فيردي على فكرة معانا معانا في تصفيات كأس الأمم كأس العالم يعني فكرة أنه إحنا حطين في بطننا بطي خصيف أنه إحنا نخش كأس العالم وإحنا بيضوي 9 فرق هيخش من قرط أفريقيا كأس العرام اللي جاية في أمريكا وكندا ومكسيك 9 فرق تخيلوا يا جماعة أن الكافردي دي هي في نفس مجموعتنا وتخيل يا مؤمن أن إحنا ما نتأهلش خالص لكأس العالم اللي جاية نفاصل نرجع بعد الفاصل معانا المحل الرياضي محمد خليفة والمحل الإسلام علي وكلام كتير عن صفقات الزمالك وصفقات أمريكا والشتوي كأس الأمم الأفريقية بس قبل ما نطلع فاصل إحنا عايزين نعرف بس يا جماعة من مجموعة في مجموعة كأس العالم غينيا بيساو بوركينيا فاسو وإثيوبيا سيرليون جيبوتي الحمد لله كافردي طلعت مش معانا الحمد لله لا كده احتمال احتمال نطلع لكأس العالم نرجع لكم بعد الفوصل يا جماعة اتفاجئت الصراحة وأنا قعب أتكلم مع هنا ضيوفي الأعزاء محمد خليفة برحب بيك الأول ده أنا اللي برحب بيك يا أستاذ الرجائي وسعيدنا أنا معكم في القناة الأولى ومع زميلي إسلام إسلام علي برحب بيك أنا مع ذلك أستاذ الرجائي وأنا كديا قد قد تكون بريقة أمل هنسمع عن تفاصيلها مع إسلام عايزين الحاجة من غير طبعا الإشارة الأسماء تمام إيه اللي بيحصل في مصر هنا بريقة أمل يقول إن إحنا ممكن يكون عندنا مثلا بعد خمس سنين جيل هذا الجيل ممكن ينافس على الدخول في مربع الذهبي لكأس العالم مش التأهل لكأس العالم ولا الأداء المشرف لكأس في كأس العالم تمام في البداية في أخر تسانات أوالى الفينيات كان فيه سكاوت منشستر نايتد في أفريقيا الرجل ده طبعا ده منصب مهم جدا سكاوت منشستر يونيتد في أفريقيا يعني الكشاف بتاع منشستر نايتد بتاع منشستر في قارة أفريقيا طبعا كل الأنداء الكبيرة أو أغلب الأنداء الوروبية عندها سكاوت منتشرين في كل المناطف العالم يعني فالراجل قارن من استقيل إحنا برضى عنده كده آه طبعا الراجل قرر من استقيل والناس قالت ان الراجل ده اكيد مجنون ازاي بيسيب بوزيشن مهم زي ده في نادي كبير زي منشستر نايتد وطبعا ده كان في أوج تقلق منشستر نايتد والراجل ازاي بيسيب البوزيشن ده ويطرح يعمل ايه اكتشف مين تقريبا ولكن الفكرة ان الراجل قال ان افريقيا مليانة موايب كتير قوي مش لازم تطلع على منشستر نايتد على طول ممكن تعد على محطات تانية قبل ما توصل لمنشستر نايتد لحد ما تستوي زي ما بنسموها من البلد هنا فالراجل قرر استقيل وراح لغانا وتواصل مع الحكومة الغنية وقرر ان ياخد منهم حتة ارض الارض دي عمل فيها ملاعب كان اغلبها ترابية ووصل ان هو كان كل سنة تقريبا بيعمل اختبارات لفوق 30 الف طفل في البلاد بتاع غرب افريقيا مالش التجربة دي بدأت سنة كامل؟ تقريبا اواخر يعني 99 الفين حلو ده تمام؟ تمام مع الوقت الراجل بدأ يجمع الولاد الصغيرين وبدأ يعمل لهم زي كامب الكامب ده الولاد بيقعده فترة معينة ويرجع بيته اجازة لفترة معينة ويرجع تاني الفترة دي الولد بيتعلم ويتدرب كورة بشكل ممنهج زي ما بيحصل في اوروبا المدربين دايما بيوجبوا التطورات اللي بتحصل في اوروبا اتصرف على المدربين كويس جدا مش بس وكده لا الراجل كمان يشتغل على الولاد ثقفيا وتعلميا عشان الولد يبقى قدامه طريق من ثلاثة في النهاية اشتغل على الولاد ثقافيا وتعلميا ورياضيا لان دايما الرياضي الزكي والشواطر دايما نسبة نجاحه بتبقى اكبر من العيبي لو ما عندوش من ثلاثة اصلا خالص فالرجل اشتغل على الحاجات دي طيب اختبارات اللي عالي بتتم ازاي اختبارات للولاد في السن ده مش بتتم عن طريق الكورة بس انت انجحت في الكورة بيبدأ يتم اختبارك عن طريق الزكاء وحاجات تانية كتير قوي وبيتعمل لهم تحليل وحاجات مهمة جدا خاصة بان ان انت بتبني لعيب كورة من الاخر يعني طيب يعني شمي ندفع مثلا 500 جنيه ولا حاجة لا 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 في كامدة خلص بيصرف من ايه توزد الحاجات التانية ان انت بيبقى قدامك طريق من اتنين ان ان انت تلعب في الدور الغني مستقبلا او ان ان انت تحترف في اوروبا او ان ان انت تاخد سكورة لشيب في امريكا ان ان انت المفروض ولد متفوق تعليميا بس وكده عشان تمثلهم رياضيا بالنسبة للجامعة دي مع الوقت يعني يا سكولر شيب تعليمي اه خلاص يعني انت انت داخل في مكان المكان ده بيأهلك بيأهلك تعليميا ورياضيا ورياضيا يعني فكرة ان انت بشغال مش بس يعني لو 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 مستقبلك في الكورة ما ممشيش انت ممكن بيكمل اه كحد لي مهنة معينة صحيح كده بيضمنك انت تكون انسان سوي من الاخر يعني الراجل فضل ناجح جدا لحد ما في يوم النجاح بتاعه ده وصل انه راح اشترى في الدنمارك نادي نورشلاندي الدنماركي لما اشترى النادي الدنمارك ده فيه سنة مستين اعتقد 2018-2019 لعب تشامبز ليج ولاعب دور المجمعات في تشامبز ليج مش بس وكده ده كان البوابة اللي بيخرج منها اللاعبة المواهب بتاعته لأوروبا عشان يبقى الخروج لأوروبا اسهل من هو يروح يجيب لأن الاسكاوات بتوع الاندال اجانب ويبصوا على المعيبة بتاعته في 2019 اللي عملوا برة نيجي باية جماعة على اللي حصل هنا في مصر باريخة امل فهواخر 2019 احد رجال الاعمال المصريين قرر ندخل في تفاوض مع الراجل وبالفعل اشترى المشروع بالكامل بالنادي ولكن الراجل كان ليه حق الادارة اللي هو المؤسس المشروع الاولين وفعلاً المشروع دا اتعامل في مصر تقريباً بدأ من السنة اللي فاتت والمشروع دا كان بارقة امل ان فيه اتنين مشاريع كمان اتعاملوا في نفس القصة او في نفس الاتجاه الولاد دول مش بيلعبوا كرة مش بيلعبوا دوريات بتاعت البراء المنشئين لان نحن عارفين دورات المنشئين بيتأثر بشكل كبير جداً على الولاد وعلى مست рублей والنتائج والنتائج لان الاسد بدوير على النتائج اه بيدور على النتائج ناشئين عندنا كفية كتير جدا تدور على النتائج ممكن انتقي مواهب بيدور على لعب طويل يربونه كرة طويلة هو لا هو بيدور على اسلوب لعب تاني وبيدور على مواهب بقى طيب ده عظيم ولو روحت اتفرجت عليهم هم عندهم سيستم ممتاز جدا هم التلات مشاريع دول حقيقة عندهم سيستم محترم جدا ان هم بيلعب كرة على الارض بيحاول يلعب كرة اللي هي الحديثة اللي العالم كله بيلعبها مايش بيبص للنتائج عنده منهج في الكرة لازم الكل ينفزه لازم الكل يلعب عليه طب ممكن لا اسأل سؤال اتفضل لو انا عندي ابني وعايز اقدم له فيه الاكاديمية دي او دي او دي رقم واحد سن القبول فيه سن معين اه هم عندهم سن كل سنة بيشتغلوا عليه السنة دي تقريبا اعتقد ان هم بدأوا يشتغلوا على سن من موليد 2014 لحد 2016 ده اغز اصغر سنة يشتغل عليه 2014 يعني كم سنة دلوقتي اه عشر سنين اه عشر سنين اه عشر سنين اه عشر سنين ايه ده ما شاء الله ده فيه ناس بتفهمهو اه طبعا طب ده كويس يعني يعني ممكن ندخل ابني عنده عشر سنين احد هذه الاكاديميات التلاتة اه بزر صحي كده طيب ده رقم واحد رقم اثنين هم بتعلموا هناك رياضة بس ولا النموذة كله تم استنسخه هنا في مصر يعني بيتعلم حاجات ثقافية وحاجات تعليمية فيه واحد فيهم بيتام البلاد ده واخد الولد اه الاصلي اه الاصلي واخد الولد تحت يده تقريبا الفول تايم ستة سابيع والولد براوح عشر تيام لوصلته وفيه اثنين تانين لا بيدو الولاد دروس اه بيحاول يدي الولاد كالتشر بيغير الثقافة الكالتشر باك جراند عند الولاد بيخلي الولاد مؤهلين بشكل ثقافي اكتر يعني عشان يبقى عندهم من ثلاثة بشكل كبير جدا طيب رقم ثلاثة اه هي المعايير التي بناء عليها يتم قبول اللعيب ده او الناشئ ده في الاكاديمية او لا هي كلها معايير السكاوات اللي بيحصل في العالم كل دلوقتي انه بيبص للبروفايل بتاع اللعيب اللي بياخده هل اللعيب ده مهاري تبزاكي ولا لا لان فيه ولد ممكن تدوله القرى يرقص الفريق كله بس انت ما تيجي تتعامل مع الولد كايكيو يعني بدنيا وسمات شخصية اه وسمات شخصية ده مهم جدا عندهم اه مهم جدا والتجربة دي نكحة في مصر اه طبعا احنا لسه بقنا سنتين او سنة ونص طبعا يعني لحد دلوقتي نكحة اولا جماعة اه احنا والله دي حاجة والله يعني مش عارف اقول ايه انا بقيتش عارف اتكلم بس دي بشرة بشرة خير والله وبارقة امل ان الحمد لله لو ده استمر يعني عندنا انا في مصر يعني ممكن يكون في حاجة هتحصل مهمة هنفرح بنواة المنتخب المصري لكرة القدم بعد ثلاثة اربعة خمس سنين واشهر على فكرة اشهر خارج الاكاديمية دي كدوس محمد نجم منتخب غنة اللي سجل في منتخب مصر جونين والسنة دي واحد من افضل لعيب البريمير ليج والنادي وستهام كدوس محمد ممكن بعد سنتين بالزلط او سنة تقريبا هيتبع برقم كبير جدا من وستهام ان لو احنا في مصر بنمر بنفس التقريبا اكاديمية تقريبا محمد بن خامس دي معمولة في مناطق صعب يعني الناس اللي بتاعبش تروح كذا و بتاعبش تروح الدار يعني اللي ما بيعرفوش يروحوا المدن الرئيسية في المغرب فدي حاجة كويسة فانا اصدي في مصر ياريت كمان لو احنا هنهتم بالحاجة اللي موجودة في القاهرة يبقى احنا عندنا كمان اماكن اللي هي اللي انت بتبقى عارف ان ممكن يكون فيها مواهب وصعب انها توصل لاندية زي الصعيد زي الاطراف بتاعة مصر الحاجات دي ناخد من التجربة المغربية جزء منها ان انا نروح للمناطق اللي هي ببقى عارف انه بيبقى صعب ليوصل للاندية عكس القاهرة اللي مليانة اندية يعني احنا مثلا في مصر هنا تلاقي في القاهرة كم كبير جدا من الاندية والناشئين الموهبة ممكن لو مراحتش الاكاديمية دي تلاقيها ممكن توصل في نادي او في كذا بس فيه مواهب اكم من مواهب في مصر بيتم اهضارها لان معندوش الاكسس اصل ان يوصل انه يمارس الكرة في نشاط احترافي نعم حاجة خليفة حاجة بس هو نتيجة التجربة اللي المغربة بدأوا فيها من سنين ايه النتيجاته رابع العالى فالموضوع دائما وابدا الناحي ده واحد من افضل اللعبة في المغرب هو احد افرازات الاكاديمية ويسوف النصيري اه اقول لك رقم تخيل تشافه كم ولد السنة اللي فاتت لفه مصر كلها لفه فعلا مصر كلها الاكاديمية اللي انت بتكلم عليها تخيل تشافه كم ولد احنا لاسف يا جماعة احنا يعني كان ودينا ان احنا نقول ما هي الاكاديمية ديا بس لأسف عشان مش هينفع نقول اسم الاكاديمية عشان ده private business نشاط خاص فمش هينفع ان احنا نعلن عن اسم الاكاديمية تصلا عايز يعرف اسم الاكاديمية ممكن يعمل سرش بقى عليه وهو اللي فول كمان لناس كتير تشتغل في مصر مية عشان ديون تخيل تشافه كم ولد اهه والرقم في مصر 80 الف ولد لا اله الا الله 80 الف ولد اهه عندهم بيانات بشكل مستمعي ابنك مثلا لو راح طبعا لما الولاد بيدخله بيتعامل كم وبعدين بيتصفه بعد كم اسبوع لما الولاد بيمشي بياخد فول ريبورد عن كل حاجة خاصة بالولد كل حاجة حتى دراسيه هو انت قلتلي ان هو بيقبله من سن عشرة لغاية سن كامي يعني الولاد بيطلع من الاكاديمية لا خلاص هو السن الاكبر كله يعني 2012-11-10 2012-2011-2010-2009 ده خلاص ده تقفل مش يشوف حد فيه تاني تمام كل سنة بنزل كل سنة بنزل ده عظيم والهدف بتاعه ان هو اللعيبة دي يسوقها بر مصر بر مصر صح وابقا عندهم نادي في امريكا ونادي في الدينوار وعندهم في البلان بتاعهم تقريبا اهتمال لدي في انجلتوران اه يا جماعة كرة القدم كرة القدم في العالم هو بيزنس وبما ان بما ان ان الحاجة دي بقى اسمها بيزنس يعني بيتدار بثقافة البيزنس فلازم معايير البيزنس يتم تطبيقها عليها فما ينفعش ان احنا نشتغل بي العقلية بتاعت كرة القدم في الستنات والسبعينات لالفين اربع وعشرين خالص صح او انا بكلم غلط بزبط طيب احنا خدنا يعني الحديث له شجون وروحنا بس والله انا فرحت انا فرحت والله لما قلتلي ان فيه تجربة هنا في مصر بتعمل ده انت قلتلي تمانين الف شايفه دلوقتي بقى حاليا كم طفل مقيد في الاكاديمية دي تعرف بس اعتقد يعني اعتقد مثلا فيرت موليد 2012 اني كنت موجود معهم في ماتشم يعني اني انا شغال في واحد من التلاتة دول اوكي عندهم كم تقريبا 14 طفل هم مش بياخد عدد عشان يعرف فيه فوكس مع الوقت يعني واغلب المدربية اللي عندهم اجانب اجانب افارقة افارقة بالستدارسين واغدير اللينسس كلها اللي هي تتحلم ان هم يتعاملوا مع السن ده بشكل طي والله انت ان اثلجت صدورنا والله يا اسلام شكرك شكرا جزيلا محمد بيه زي الحال زي الحال فرحان انت طبعا وسعيد من اللي بتسمعه زي ما اعتقد بس مصد في اعتقد دايما محتاجين كتير يعني مصد بلد المئة وعشرة مليون يعني يا خلينا نبدأ ايه خريفة خليهم ساكة خلينا نبدأ طبع نبدأ على الزمالك والفريق الجديد في نادي الزمالك بس قبل بنادي نتكلم على الصفقات الجديدة لنادي الزمالك الشارع بيسأل هو ايه اللي حصل يعني ما شاء الله اكبر يعني رئيس نادي الزمالك كابتل محترم حسين لبيب يعني عمل عمل ايه عمل ايه عمل ألبانة كده في نادي الزمالك ايه اللي حصل بالظبط شوفنا كل الازمات بتاعت نادي الزمالك اللي هي كان الناس كانوا بتراهن على ان الازمات دي مستمرة في نادي الزمالك ما شاء الله المجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة عملوا معرفش كان عن معهم ايه عصى موسى ولا ايه اللي حصل هو العصى الموسى موجودة في تنفيذ ما تم الوعد به في ناس كتيرة تعاملت مع ان الكلام اللي اتقال فترة الانتخابات هو مجرد وعود انتخابية بس هو كابتل حسين من فترة تواجده في حتى في اللجنة المعينة في عشرين واحد وعشرين كان جمهور الزمالك اعتاد منه انه هو دايما بيقول اللي بيقدر يلتزم به حتى اللعبة كانت متعودة منه على النقطة دي انه هو ما بيقول حاجة بيعرف يلتزم به محترم فهو كان كلامه في فترة الانتخابات على فق القيد وده حصل وده كانت نقطة مهمة وصعبة جدا خاصة ان الاندياء اللي الزمالكة تفاوض معاها ما قابلتش حتى التقسيط وما قابلتش كذا لسه كتعاول لك ده صعب على صعيدة مفاوضات وعلى صعيد الفلوس المبلغ كان كبير ولكن اعتقد ان كان في من البداية كان فيه معلن انه هو فيه مجموعة من رجال الاعمال الزمالكوية خاصة في ملف القيد محضرين ونويين على مساندة المجلس والمجلس كمان بيضم رجال اعمال في الملف ده بايد الملفات اللي هي الخاصة بتجديد فتوح او الصفقات الزمالك في النهاية برضو نادي ليه موارده الزمالك عنده مقابل البس ومقابل الرعاية والبوتيكات مقابل ان الزمالك برضو لو الناس خدت بالها الفترة الاخيرة توسع فيه فتح باب العضويات بعدد محدد حوالي 1000 عضوية ورفع قيمة العضوية اللي كانت قليلة جدا رفحها الرقم واعلن انه هيرفحها بعد كده من بداية مارس لرقم اعلى حصلت اتفاقات مع النقابات على كذا ومع جماهير الزمالك اللي موجودة في الخليج على كذا على ارقام 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 دي كان مجموحهم حوالي 1000 عضوية فانت ما تضرب 1000 عضوية ممكن ما تمش ضخ الأموال دي وانس يعني في متوسط كم تقريبا في متوسط 200 ألف للمؤهل العالي بس هي ما جاتش المبالغ دي يعني دول حوالي 200 مليون بس هو بس هو الناس ما دفعتش 200 مليون بس بقى فيه في رصيدك بالحزبة كده ان بالتدريج حيجيلك 200 مليون الناس مثلا سيه بتدفع مؤدمات كذا ال 1000 عضوية تسوق منهم في الاول مثلا 350 تدفع مقدمات تدفع مقدمات تدفع مقدمات طب صفقات الزمالك توتل كتوتل رقم اصلا هي أرقام اقل من اللي الزمالك دفعوا مثلا فيه لعيب زينداي وسامسون مثلا في الصيف الفكرة ان انت مدفعتش ارقام عالية وفي نفس الوقت تم التفاوض على ان انت في كل الصفقات ما تدفعش مبلغ عالي في يناير يكون يزود العدد طب عبدالله سعيد عبدالله سعيد هو الرقم الوحيد اللي الزمالك دفع فيه رقم كبير طب اجمالي الصفقات الكاشي اللي الدفع كان 55 مليون على حسب الصحفيين المسؤولين عن تغطية اخبار نادي الزمالك في يناير المبلغ اللي دفع فيه صفقات الناير هم اعتقد عشرة عشرة لعيبة قيمتهم اعلى ولكن اللي الدفع في يناير حسب يعني احد زملائنا اللي هم قريبين جدا مخبار نادي الزمالك بالحزبة بتاعت احمد عاطف محمد عاطف 4 مليون كذا كذا في دفرين تتراسفير التوتال هم كم بقى؟ 55 مليون جنيه لو تبص ان دي في ميزانية نادي زي نادي الزمالك مش رقم كبير على فكرة 55 مليون دي ممكن اصلا بتتحسب احيانا في احد الصفقات يعني انت ممكن تجيب قبل كده في ممكن اندية او حتى نادي الزمالك ممكن يدفع مثلا مليون ونص دولار حاجة زي كده في صفقة لعيب ده ممكن هو ده الرقم الزمالك عمل ايه؟ تفاوض مع عدد كبير من اللاعبين دي ممكن نقولها ليه؟ وكان بيدغط على الاندية في التفاوض يعني ممكن الاندية كانت ممكن بتضغط على الزمالك في القيمة الاجمالية للصفقة والزمالك بيدغط ان هو ما يدفعش رقم كبير في الصفقة في يناير علشان يوسع القعدة يوسع القعدة ليه؟ احتياج الزمالك لعدد كبير من اللاعبين خاصة في منطقة وسط الملعب يوسع القعدة ليه؟ لان الزمالك بيعمل حسابه على حتى المستقبل اللي هو يجي في الصيف يقدر وهو عنده عدد من اللاعبين يقدر يكون اشتر في التفاوض مع اللاعبين اللي حيجددوا عقدهم يعني انت لعيب زي اوباما سي لو بيجدد قبل يناير هيعمل ايه؟ هو لعب كويس جدا ومخلص وابن من ابناء ده زي زمالك بس لو انت الوحدك او استاذ الرجائي والقناة بتتفاوض معك هتعمل ايه؟ هتقول انا الشروط الكاز طبعا طبعا عشان دي قناة الاول بس خلينا اتكلم في واقع اللاعبه هيفرض جزء ما من شروطه انما ما تبقى انت موجود في منافسة مع عبدالله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي حيبقى النادي قوي في التفاوض معك ويوصل للصيغة المرضية فالزمالك استهدف ده ان خرج عدد من اللاعبين اللي بياخدوا عود عالية ودخل اللاعبين بيعودوا ليلة ما عدا عقد عبدالله السعيد فكل اللي قدمه النادي الزمالك على حسب برضو تصريحات احد زملائنا الصحفيين المقربين جدا من اقتطاقتنا النادي الزمالك مفيش عقد لاعب في اعلى شريحة ليه بعد سنين هيوصل تمانية مليون جنيه فالزمالك استهدف ان يقلل مزينية الراتب بتاعته الزمالك برضو الناس مش واخدة بالها من نقطة الزمالك عنده في مارس قضية بطيب ده قضية بكام بثنين ومص مليون دولار ممكن لقدر الله الزمالك تلاقي متعسر في الدفع يجي اقاف قد تاني فهو امن نفسه بعد المماز من اللاعبين انا بديك ده اللي هو ايه اتصال انت بتبقى موجود في مجلس ادارة نادي زي الزمالك بتبص حتى لأسوأ السنداريوهات بسموه الريسك مانج منت ادارة المخاطر طيب خليفة كان بتكلم على الصفقات وكان بتكلم على عبدالله السعيد طيب اسلام عبدالله السعيد رأيك ممكن يضيف ايه لنادي الزمالك بص الاضافة بتحسب من كذا اتجاه خاصة في الصفقات اللي شبه صفقة عبدالله السعيد انا فاكر في يوم الايام صفقة كابتر حسام حسن حصل ضج عليه كبير اوي كان فريق الاحلام كان احكام حسن اوبراهيم حسن والكاس والد عبداللطيف بس انا فاكر نفسه زي ما حصل دلوقتي الناس بتتكلم بشكل ايجابة بتتكلم بشكل سلبي ان انت راح تجيب العيب كبير في السن ولكن خلينا نقول ان الزمالك افتقد دور كابتن الفريق بعد رحيل طريح حامد طبعا وجود شيكابال واحد ومش كفاية اغلب الفريق في العالم كلها كده وجود كابتن واحد بس في الفريق مش كفاية لو راحنا نادي ذات شيلسي راح تعاقد مع العيب ذات يوجي سيل فهوه كبير في السن ولكن اضافة عبدالله السعيد مش بس اضافة فنية لا كمان اضافة مهمة جدا على المستوى القيادي جوه نادي الزمالك الحاجة التانية بقى ان انت روح تتعاقد مع العيبة في وسط الملعب كلهم صغيرين بحزبة الكرة المصرية صغيرين بحزبة الكرة التانية برها في اوروبا لعبها كبيرة انما كلهم صغيرين ما عندهمش تجارب كبيرة الاحتكاجات القوية عندهم مش موجودة خالص فطبيع ان انت تروح تجيب العيب زي عبدالله السعيد عنده من الخبرات اللي يخلي عبدالله السعيد اللي يقدر يضيف بها للعيبة دي ويقدر يساعدهم في بدايتهم في نادي زي الناد الزمالك الاضافة الفنية طبعا الناس كلها هتتكلم عن عبدالله واضافته من ناحية التدرج بالكورة وحالة البناء والتمركس بين الخطوط واللينكاب اللي بيعمله والثروباس ولكن في نقطة مهمة جدا موجودة في عبدالله السعيد مش موجودة عند لعيبة تانية كتير عبدالله السعيد بيعود دايما هو عشاف ان هو عارف ان هو مش اسرح حد ممكن نلعب في المكان بتاعه ولكن الولد عبدالله من الناس اللي هم الأسكية جدا اللي عبوا كرة في مصر ناس قوليليين جدا ان كان عندهم استمرارية في الكرة في مصر منهم عبدالله السعيد أو في آخر 20 سنة عبدالله السعيد ممكن فيزو يعني ناس قوليليين جدا ان كان عندهم استمرارية في المكان ده عالي معلول بس عالي معلول حتى مش مصري ولكن هما ناس قوليليين جدا عندهم استمرارية الاستمرارية ديالي في ايه ان هما دايما بيستغلوا زكاهم في تطوير بيت الحجاء النواص اللي عندهم يعني مثلا على سبيل المسال عبدالله السعيد استناد مقدم أداء دفاع استنفه يتمقدم أداء دفاع كويس جدا مع بيرامتز الأداء الدفاع هنممكن نشوفهم في السوار اللي أنا موجودة هنا هممكن نستعرض السوار طيب ممكن رجال نستعرض الصور قبل ما يطلع فصل يعني ده مثلا صورة في ماتش الزمالك و بيرامتز في كاس مصر الصورة دي هجمة لناتز زمالك كانت تحول من تحول وجوب الناتز زمالك عبدالله السعيد في الصورة قال له جنب IMFA مش موجود خالص شوف ينورها أكثر علينا محمد حمدي يدافع لو أحده على الشيكابالا وطالع للّاية الخالّة الع breeding يمكن أن نشوف في الّوّل بعدها سيد نمار ready شوف عبدالله السعيد بدأ يظهر في الصورة ولم أنه لا يünaccop هنا عبدالله السعيد بدأ يروح يغطي وإيفل زوايا التمرير على سيد نمار ليس فقط عادي مجود إنه يرجع عن قصصة الدخط نشوف بعض الصورة بعد كده عبدالله السعيد طلع يقابل حمزة المسلوسي عشان حمزة المسلوسي ما يعملش آآ يعني هو عبدالله السعيد عرف ان هو يطور اداه والدفاعي في منطقة نصم على العالم. من ناحية الزكاء مش المجهود وبس. ان المجهود البدن مش كل حاجة. ان انت لعيب زكاء هتقدر تتغلب على حاجات كتير جدا ومشاكل كبيرة جدا. نكمل ممكن بعد كده. شوف هنا عبدالله السعيد بدأ يطلع مع حمزة المسلوسي عشان حمزة المسلوسة ما تحركش في المساحة اللي في ظهر مين. ده عبدالله عشرين دقيقة مشات ضرب الجزاء يعني كان موبر جدا. هنشوف الصلة بعد كده. هنا عبدالله السعيد قفل زاوتي التمرير وبالتالي حمزة المسلوسي ما اخدش في المساحة واللي الزمالك بيهي تارجيتها. هنشوف حالة تانية شابهة الحالة دي شوية. هنا الزمالك بيحاول ابني عمر السيسي هيستلم الكرة وعبدالله السعيد هو واقف هنا بس مش مش ظاهر في الصورة اكتر ممكن نشوف س unity. هنا اه همس فلاس سين ليمار فزاهر ميني عبدالله السعيد بالصورة برضو عبدالله السعيد مزود فيها. فعمر السيسي يبس هيحاول يلعب بس في ظهر عبدالله السعيد. هنشوف الوصولة بعدها. هنا عمر السيسي عندما لا عبدالله السعيد قفل زاوية بدأ يغير اتجاه ويغير السايد ويغير س الناحة الثانية خالص. هنشوف الناحة الثانية خالص. هنا الكرة واحد. احمد سيد زيزو بيحاولي تارجت بيحاولي تارجت الكرة في دار عبدالله سيد لسيد نمار. هنا عبدالله واقف. قافل المساح على سيد نمار. وفي نفس الوقت مش قافل بس. طول الوقت عبدالله بيسكان عشان يعرف هو واقف صح ولا لا. ودي من حاجاته الليلة جدا. نتشوف العيب في السنة ده بيعمل حاجات دي. ده مبهر جدا. هنشوف الصلة بعد كده. الكرة هتلزيزو. وهنا هنا دونجا هيبدأ يعمل ايه? هيبدأ يعمل الكروس. شوف بقى الكروس هتلعب. اللي بعدها. مين اللي طالع الكرة بالهد? عبدالله السعيد. عبدالله السعيد عامل موسم مبهر فعلا. فاضافة عبدالله السعيد هكون فنية وممتازة جدا. للزمالك مش بس ان هو لعيب كبير. فالنس بتنتقد الصفقة ان هو مجرد ده لعيب كبير يا جماعة. الاضافة بتاعت عبدالله السعيد هتفضل اضافة مهمة جدا. ارقام عبدالله السعيد السنة دي في السن ده لسه ارقام مبهرة بشكل كبير جدا. واحد عنده 38 سنة هو واحد من احسن اللعيب او واحد الفري بتاعه في الباص في الفاينال سير دي مسلا بينه وبين الافرج بتاع العيب مركزه في الدور مصري فري كبير جدا. فالعيب لأ اضافة كبيرة لنات زمالك مش كبير. طب انا عايزين نتكلم بتفاصيل عن ما شاء الله لنات زمالك جايب عشر صفقات في كل الخطوط وهجوم وخط وسط والدفاع. زي كلا معلوم بقى بالتفاصيل. وكمان عايزين نتكلم على المدير الفني احنا قدامنا ادي احنا قدامنا طيب خلونا نروح فاصل طيب ونرجع تاني. ماشي فاصل يا جماعة ونواصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل بنتكلم على نادي الزمالك بنتكلم على الصفقات بتاعت نادي الزمالك. عندنا عشر الصفقات جديدة بتكلم على كمان مجلس ادارة نادي الزمالك لصراح عمل اداء ولا اروح حتى الان مجلس ادارة محترم بيفكر بشكل محترم وبيتحرك بشكل محترم. احنا معانا دلوقتي نتكلم خلينا نتكلم على ايه على مدير الفني جوميز. خليفة شايف جوميز ايه اللي ممكن يضيفه زيادة عن كابت المحترم الجمال. هو كانت المطالبات واضحة جدا ان تجاربنا مع المديرين الفنيين المؤقتين في نادي الزمالك او في معظم الاندالة المصرية ما بتنتهيش على خير دايما. بتبقى فيه زي شهر عسل في البداية وبعي كان الامور بتصعب. ايها الراجل عمل اداء يعني اداء ولا اروح فيها الفترة المؤقتة. ممكن نقول نتائج مقبولة بس انا ما شورتش ان الاداء كان وراء اروح. يعني ان النتائج كانت مقبولة. وسبب جزء من النتائج كانت مقبولة المنافسين الزمالك في دوري المجموعات في الكونفدرالية. منافسين ضعافة. لسه الكونفدرالية هتبقى بعد كده انما فرق بسليم الليبي صوار سجرادة. انما كابتن معتبيد لعب في الدوري بالزبط. حوالي ثلاث مبارايات في الدوري. فاز على فيوتشار. وخسر من المصري. ومباراة المصري كانت مباراة مش كويسة خالص للزمالك. يعني المصري ولد فوق اداء المنتيجة. فكل اتحال كابتن معتمد على الفترة اللي قضاها. بس انا ما شفتش ان الاداء كان مبارا. الزمالك كان واضح ان في حاجة لمدير فني اجنبي بمساعدين. علشان رفع مستوى اللياقة. رفع مستوى الاداء الفني. فراح لجزء جميز. هل هو ممكن الاختيار افضع شيء. اعتقد ان برضو الزمالك كان محكوم بالميزانية. الزمالك كان ميزانيته المخصصة للمدير الفني الاجنبي مش عالية. في مدربين مصر كان في فترة ما قبل من فترة كان مثلا الجهاز الفني تلاقيه بياخد تمانين وتسعين الف دولار في عندية الزمالك والاهلي. وده الليفل. اعتقد بعد ما الزمالك دفع الفلوس بتاع سبورتنج لشبونة كاملة. وكراكاز كاملة. نزل بالبودجت ده لرقم يقترب من النصف تقريبا. فكان الاختيار منطقي لجوزيجو ميز. تعال نشوف فيديو كده الجوزيجو ميز. نوضح في نقطة ممكن الزمالك كان بيفتقدها هجوميا وهو رجل بيدور عليها في احد فيديوهات. هو الرجل هو رجل بيلعب باداء هجومي. صح كده فترة هجومي يعني. هو مسك. هو تولى عدد من الاندية. الفيديو جايز معنا. اه. في اندية. خلينا نبص هنا على الكلام اللي موجود في الفيديو هو بيتكلم على ايه بقى. اه. 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 طب واحدة واحدة رجالة طب نقري. اه. ناشي هي الكلام المهم اللي فيه. المهم اللي فيه عشان. نرجع نرجع تاني عشان هما ما شوف. لا يعني هو الكلام ممكن نشرحه للناس كواس جدا ان هو بيطلب من لعبته ما تتحركش تبقى فتح الملعب بزيادة ودي كانت مشكلة زماج بيواجه من بيواجهها في التنت الاخير. تلاقي مسلا. اه. اه. الشيكبالي واخد اقصى الوينج. ومصطفى شعلبي واخد اقصى الوينج. وما بيطلبوش الكورة في المساحة اللي ورا المدافعين. هنا هو بيطلب اهو. ان لو انت عايزه الكورة بيتكلم فيها مع اللاعبين كمل اللي بعدها. حيقول لهم. بمسأة. ورا المدافعين. اه. اللي هو تروح تجيب جون على طول. مش تسلم عند الخط. حاجم المساحة ما تهجمش. يعني اللاعب عنده اللي واقف جنب الخط ده. لازم دي بس بتوسع الملعب لحظة بداية الهجمة. اللي انا وانس ان الهجمة بدأت وبقت الكورة في خص ملعب. لازم اللاعب يتحرك لقلب الملعب. وياخد المساحة دي. بحس يبقى انت عندك المهاجم. وفي اتنين او تلات لاعبين بتساند المهاجم في المنطقة اللي بيجي منها جول. ده اللي احنا بنشوفه مثلا في اداء الاهلي. حتلاقي دايما بيرسي تاو وحسين الشحات. بيستلموا الجوة. والخط المين? لمعلول. او محمد هاني. ما بيبقوش وقفين على الخط. الزمالك كان بيوجد المشكلة دي لطبيعة الوينجر اللي بيلعوه في الزمالك. سواء مصطفى شلبي عنده مشكلة حقيقية في الاستلام في قلب الملعب ويخش قلب الملعب غير نادرا. اه زيزو بطبيعته ينفع يلعب لقلب الملعب ويطلع على برا الملعب. انما مصطفى شلبي وشيكبالة تحديدا محتاجين يغيره من طريق طلبهم للكورة مع جوزيجو ميز. حسب الفيديو اللي احنا شفناه ده. الرجل بيتكلم ريسيف انسايد. استلم لجوه الملعب. الفيديو ده كان بيتكلم فيه مع لعبته ان هم لازم يتحركوا في قلب الملعب. اه هو بيعتمد على الكورات التميلات امامية. اه. لا مش تقول او لازم عادي. بس التميلات تبقى القدام. ما تفتح ليش قلب الملعب. اه مش اللونج بول الفونتل اللي هو الامامية. اه. اه. امامي. 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 ببقاش امبساط العرضية يعني. اه ما بيحبش نقعد نلعب بالمساحات بالعرض ونقل ونفتح الملعب بزياد. ده كرة هجمية صرفة يعني. صح كده? حنيجي بقى للصور اللي معنا والارقام اللي بتوضح ممكن يعني نكمل الفيديو عادي وا دقيقة بس كده يعني. هو عايز تلاتة من الفريق ده يهجمه دايما. حنكمل الفيديو حيوضح فكرة الراجل انه بيكلم دايما معنا اتنين مهاجمين. يعني المهاجم يبقى موجود معك. هنا الفيديو حيوضح لك تماما فكرة الراجل. الانسايدز عنده لازم تخش جوال معك. ده كان بيضرر فريق ايه اللي كان بيعمل. في الفيديو ده لا انا ما عرفش الفيديو ده تحديدا ده فيديو موجود لشرحه. والرجل ليه تجربة يدرب حولها البعضة شهر النادي. منهم اندية في الشام في الريدنج وفي اندية في البرتغال اكتر من تجربة. وفي تجربة في التعاون السعودي تجربة نكحة. وفي تجربة في المريا في الدور الاسباني اللي هو صعد المريا بعدها في نهاية السيزن. بس هو المصطفى شهر تركي الشيخ بدله بيجوتي في المرحلة البلاي اوفس. فالفيديو ده يوضح لك مشكلة. وحتواجه مين في الزمالك مصطفى شلبي. تحديدا. ليه مصطفى شلبي تحديدا. تعال نشوف الارقام اللي معنا اللي بتوضح شوية حاجات عن مصطفى شلبي. طب قبل قبل من نروح للمصطفى شلبي. يا خليفة انا عايز اسأل اسأذنك. اسأل اسلام السؤال. هو مع او ضد القرار بتاع معتام الجمال ان هو يرحل. مين انا اسلام. لأ كان لازم فعلا الزمالك استعين بجهاز فن اجنبي. زي ما دكتور خليفة قال. نقطة مهمة جدا. ان فعلا الاجهزة للفنية المصرية او الاجهزة الموقعة عموما الشارع عسل بتاعها ما بيدومش كتير جدا. دي حاجة الحاجة التانية والمهمة. لا 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 لا. انا قصدي معها ولا ضد ان هو يستقيل من الثاني مع جوميز. اعتقد لأ كان قرار صائب جدا من كابتن معتمد. اه. الاسف يعني الناس اللي زي كابتن معتمد في الآخر ممكن بيشتغل كويس في البداية مع الراجل ولكن مع الوقت انت كمدرب بتحس انان انت عندك انت واخد اللاينسز بتاعتك او انت كنت مدير الفني الفريق في يوم الايام. يعني خلاص مش قادر مش because في كمية بينك وبين الراجل ولو قلت اي رأي والراجل ما اقتنعش بيه هتحس يعني احيانا يعني الايجو بتاع المدربين المصطنين عموما بياخوتها كان ينفع لو هو جمن البداية كمساعد من التجربة كمساعد للمدير الفني مطول كمدير فني يبقى صعب عليك تنزل في المكان يعني المكان اللي انت حكمته مرة ما ينفعش تنزل فيه تبقى مساعد يعني يعني انا بقول ان هو مثلا ان هو كان اصلا لما تم تعاقد معاه على اساس ان هو بفترة مؤقتة فترة هو طولت شوية فيه فيه نوطة ماذا عقب عليها بس كلمة الدكتور في قصة ان الونجات اللي في مصر بيسترموا او الونجات اللي في مصر بيسترموا دايما نفتحين الملعب دايما عندنا دي مشكلة تأسيس اصلا ان كل الولاد المواهب في الاندية المدربين مش بيحاول يفاهموا يعني ايه هاجم المساحة دايما اديله الكرة تحت رجله وهو هيتصرف دي مشكلة كبيرة جدا عشان كده حسين الشحات من الونجات والقليلة في مصر اللي يروح يهاجم المساحة يعني احسين الشحات هو مغوب في الحتة دي الحقيقة فدي مشكلة تأسيس بشكل عام 90% من اللي عيبة في مصر عندهم مشكلة في دي ليه زيزو متميز عشان قولنا قبل كده يا جماعة ان زيزو التأسيس بتاعه غير كل تأسيس نفس نفس قص تأسيس اجنبي لأكاديمية شبه لأكاديمات اللي كانت موجودة اللي احنا اتكلمنا عنه في البداية طب انا اسزينك نعمل ده بس بعد الفاصل مش مع الفاصل سريع ونرجع ليه كابتن محمد خليفة وكابتن اسلام علي اتكلم من كلام كبير جدا وكلام فني ارجوكم نقوم معنا رجعنا لكم تاني جماعة محمد خليفة معانا واسلام علي بنتكلم كلام مهم جدا عن زبالك محمد انت كان عندك فيديو عن ارقام مصطفى شلبي صح كده احنا عرضنا الفيديو بتاع المدرب وتعليماته حيصطدم بقى ليه لعبة في زبالك كانت متغير فكرة طبعا نشوف مصطفى شلبي بتحرك ازاي في الملعب كارقام دي صور مصطفى شلبي كتوة الخريط الحرير بص يا صديقي ومشاهدين الراجل هو اللي على الشمال معظم تحركاته يعني الخط وجوه خطوتين طارب مثلا بزيزو اللي هو زميله برضو اللي بيلعب ناحية اليمين او ناحية الشمال خريطة زيزو جوه الخط وجوه الملعب وجوه منطقة الجزاء الخريطة هنا اشمل حتى الملاطق اللي بتحرك فيها مصطفى شلبي يأيما بيهاجم من ناحية الشمال اوي يأيما بينزل يدفع من ناحية الشمال او احيانا قليلة بيبقى في قلب البلعب هدى انما زيزو بتحس ان فيها شمولية طب انا هقولك زيزو في الزمالك مركز لعب ومركز اساسي ده تعال انقرنه باللاعب اللي بيلعب في النادي الالي في نفس المركز بتاعه الليفت وينجر بتاع الاهل حسين الشحات هتلاقي ان مصطفى شلبي اقل من حسين في كل رقم يتعلق بالتزديد واللعب على المرمى اعلم في الدريبل وفي امتلاك الكورة والبساط ولكن اي رقم يتعلق باجابية على المرمى هو بعيد عن حسين الشحات هتلاقي الاسهم الخضرة في ناحية حسين الشحات في كل شيء يتعلق بالاجابية على المرمى هاتي الصورة اللي بعدها هتلاقي دايما اي شيء ده هنا برضو مصطفى شلبي وحسين الشحات هسين الشحات اللي ياخد كتير على بن ي호فية ع شمال مصطفى شلبي آسوا بيخش جواق المرمى وهاتي الارقام الباقية هتلاقي ان كل شيء يتعلق بالايجابية على الغون واللعب على الغون هتلاقي حسين الشحات اسهم هنا هنا حسين الشحات اقلف ايه؟ كل شيء يتعلق به البساط والتمريرات اللي على مين حسين الشحات ورجمال مصطفى أرقام مصطفى هتلاقي حلوة في كل شيء ليه علاقة بالتمرير والاستلام والدريم إنما كل شيء ليه علاقة بالتهديف هتلاقي حسين الشحاب المتفاقات السورة اللي بعدها بتوضح كل الأرقام إيجابية لصالح مصطفى في الدريم والحاجات دي إنما كل شيء ليه علاقة بالفرص والفرص المحققة واللعب عجون تحت تلاقي حسين الشحاب صعب فهي دي فكري جوميس هتحضل من إما يغير ويعدل منه إما حيبتدي الزمالك يدور في الصفقات اللي جابها أو يبتدي يدور في توظيف جديد لعبد الله السعيد أو في الاتنين اللي جابهم وينجر اللي هو الرجل الأوغندي أو المحمد عطف من طنط إسلام إحنا عايزين سريعا نقول أسماء الصفقات وانطباعك عن الصفقات دي مين اللي ممكن ينور المسلم ده مع زمالك من واقع الأسماء تمام عبد الله السعيد ناصر ماهر أحمد حمدي محمد عاطف محمد شحاتة مهاب ياسر زياد كمال سيف فروق جعفر وياسر حمد وده فلسطيني وترافس موتيبة وده أوجاندي وكان فيه تردد أن فيه لعيب سوري اسم محمود الأسود أنتوا قلتوا أنه ما زال الموضوع ما جاش لغاية للوقت تمام طيب أنا عندي مثلا ناصر ماهر وعبد الله السعيد وعندك شكبالة فناصر ماهر هل هيجي على إيه على دكة المدلاء ولا يعمل إيه بص من الواقع الأفكار بتتكلم عن جميز نفسه الناصر ماهر مش يكون لنفسه الدور بتاع عبد الله السعيد لأن الناصر ماهر للأسف مش من اللعيبة اللي بتطور نفسها بسرعة الناصر ماهر هو اللي طلع من الأهلي هو لسه موجود لحد الوقت لا فيش أي تطوير جديد بيحصل منه كم سنة ناصر ماهر؟ ناصر أعتقد ده 16 سنة عنده مشكلة كبيرة جدا هو ناصر دايما كل ما الفريق بتاعه بيستحفص الكرة هو لعيب ممتاز جدا خاصة في التلت التاني من الملعب فيما بعد فيما عادة ذلك لأ ناصر سيء جدا حتى الارتداد الدفاعي ناصر سيء جدا فيه الضغط بوعي سيء جدا فيه فأعتقد أن ناصر مطلوب منه الفترة الجاية أنه هو لازم يشتغل على نفسه في الواجبات دي مراحل التدرج بالكورة ومراحل بلدنج ومراحل الضغط لازم ناصر يتطور فيها بشكل جبير جدا مهابي أسر وزياد كمال ماشي أنا هتكلم لأ أنا هاخد اتنين مع بعض زياد كمال ومحمد شحاتا الزمالك في طاقة طريح حامل وفرجان يساسي ومام عشور بعد ما ماشي الثلاثة دول الزمالك راح تعاقد مع الثلاثة لعيبة في نص المرعب الثلاثة كنا نشوفها بعض جدا مفيش اختلاف في البروفايلز بتاعته روة ودونجا وعمر السيسيا هم ثلاثة يعني هم يعني أكتر حاجة هم يعتبر بيطاعوا قرات أكتر يعني ميولهم الدفاعي أكتر إنما ما عندهمش أي ميول في مرحلة البنى البنى الهجمة دول سيئين جدا فيها الثلاثة دونجا مش بياخد المسئولية من اللعبة اللي بتستخبها ما بيعرفش يقف بين الخطوط ويستلم ويخرج في رئيتهم الناحية الثانية روة عنده مشكلة روة إن هو ممكن يخلق لنفسه المساحة ولكن مشكلة روة في قراته الزمالك عود دول بمين بزياد ياسر ومحمد شحات زياد كمال ومحمد شحات زياد كمال من اللعبة إحنا عندنا مشكلة في مصر إن الدفندرات لازم مفيش حد بيعرف يلعب دفندر ستة الواحد وصريحة لازم يلعب دول بيفت عشان تقدر تحميه في مواجهة التحاولات بتاعت الفرق الخاص زياد كمال إيه فرق بينه وبين دونجا زياد كمال في ميزة كويسة جدا إنه دايما قريب من لعيب نص ملعب لجنبه يعني لو بيلعب بثنين ثمانيتين فوقي زياد كمال مميز جدا إنه بيبقى قريب من الثنين الثمانيتين عشان يقلل المساحة بينه وبين لعيب نص ملعب لجنبه في ميزة تانية عن دونجا إنه هو مهم جدا في عملية البونة البونة الهجمة وبيقدر يتمركز بين الخطوط يعني لو فيه خط ضغط أولاني واللعيب اللي جنبه هو اللي خد مسؤولية البونة مع الاثنين سنتر بكات زياد بيقدر يتمركز بين الاثنين خط بونة التاني أو بين خطين الضغط عشان يقدر يطلع فريطه محمد شحاتة بروفايل مهم جدا الزمالك افتقد وستنى اللي فاتت وهو البروفايل ده الزمالك افتقد البروفايل اللي عيب نص ملعب خاصة بعض رعيب معشور اللي بيقدر يتحرك في أنصف المساحات يعني المساحات الممرات الداخلية بيتحرك بشكل طولي حاجة تاني محمد شحاتة من اللعيبة الممتازة جدا اللي بيقدر يعمل سويتش مع الوينج والمهاجم يعني دايما لو المهاجم نيزل خد واجبات اللي بينزل يساعد الفري في حالة التدرج هتلاقي محمد شحاتة من اللعيبة اللي بتتحرك أنا كنت مجهز ده بالسؤال بس الوقت طبعا معلش الوقت هو الوقت خلص بس أنا عايزة أسأل سؤال لخليفة تتوقع اسم مين من الأسماء اللي منجودة حيلمع فيه خط هجوم نادي الزمالك خط هجوم الزمالك محصلش فيه تدعيم بشكل كبير ولكن زمالك دعم الوينجر فأعتقد أن زمالك ممكن فيه رهان كبير من تيميلي سكوندينج في نادي الزمالك على اللعب الأوغندي هو يعني فيه رهان كبير عليه أنا ممكن مش بعمل أول اللعبة اللي هي مش بدنان قوية لكن معظم الناس اللي اشتغلت سكاوت بيقولوا أن ده لعب هيكون مفاجأة من يعني من من أن هم شافوه بعينهم أكتر من حاجة أنه هو ده حيب نتبقى نزال مش على لساني على لسانهم حاجة أخيرة بس طبعا فيه حاجة مهمة جدا أن نادي الزمالك اشتغل على الصفقات دي تيم سكاوت وده حاجة مميزة جدا وبارقة أمل فعلا الفريق نسبة النجاح أكيد مش تكون مئة في المئة ولكن طول ما فيه ناس شغالة بشكل علمي أكيد هتضمن نسبة نجاح كبيرة جدا ممكن تعدل ستين وسبعين في المئة يا رب مشكرك شكرا جزيلا إسلام علي مشكرك شكرا جزيلا محمد خليفة مشكرك شكرا جزيلا مشادينا مشكرككم شكرا جزيلا غدا إن شاء الله بزنا حلقة جديدة من رقب عشرة أرجوكم دائما